الشيخ أحمد الأسير مفقود منذ الاثنين وعائلته لا تعرف عنه شيئاً في منزلهم وبعيداً عن الأعلام يتابعون ما يبثه الأعلام ويثيرهم ما يسمعون عن مجمع أمني ومخاب أسلحة ومسلحين وين المخازن الأسلحة؟ عاد يقولوا مخازن أسلحة وأنفاق يصوروا ولا الأنفاق اللي عم بقولوا عنه ومجمع الأسير يعني صوروا للشيخ أحمد الأسير كأنه إرهابة نسيوا تاريخه الطويل بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبعيداً عن الكاميرا تقول والدته ابنة صور ووالده هلال الله يسمحون على هذا التجني زوجته الثانية أمل تروي وقاء على اللحظات الأخيرة قبل الافتراق بالملجأ لما قال لي أنه قال لي لسمر سامحيني وقال لي سامحيني قال لي منشوفكم بالجني شقيقته نهاد تتمنى أن يكون الله حقق أمنيته بأن يطعمه الشهادة على أن يكون موقوفاً أو أسيراً في مجمع ما إذا كان مظبوط أنه هو شهيد نحن نكون مبسوطين مش هنكون زعلانين بس نحن اللي بدنا نقوله أنه إذا هون خلصت رسالته لأحمد الأسير حتى خلاص لأنه في مئة أحمد الأسير بدون يطلعوا أحمد حريري أبو بكر زوجته هي أيضاً هنا ولم تبلغ بعد إذا كان هو الذي قتل أم أحمد حريري الآخر ما حدا عم يسأل عننا ما حدا تتصل أصلاً لا يعزينا ولا بيتطمن عننا مين مفتصيدة؟ مين؟ مين؟ نوابة؟ مين؟ وين نوابة؟ وين نوابة؟ وين نوابة؟ لما كسفوا عليها للسبة هي صارت تطلعت ماشد تعبر عائلة هلال الأسير عن غصة تقول أن سببها سياسي صيدة الذين لو لم يرفعوا الغطاء عن الشيخ أحمد لما حصل ما حصل وأملها بأن الوقت هو الذي سيثبت براءة ابنها وصدق رسالته ترجمة نانسي قنقر